موسيقى كثيرة هي الاعتبارات التي تدفع الكثير من المواطنين لتفضيل قطع الغيار المستعملة على الجديدة لأسباب عدة كمدى جهزيتها للاستعمال وإمكانية استخدامها لفترات مناسبة كما أن سعرها أقل ومقبول عدا عن وفرتها في سوق القطع المستعملة موسيقى 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 هذا كاليش. ما عملو لهم يعني قطاع عمي تباعوش؟ ما عندما لعملوهم تايشوهم بالكيلو فهمتي. ولي كره حتى ولي بجيوا اكسيدنتي نجمو عادوا يتقدو هاكا ويخدمو عليه. لا ما يتقدوش خاطر ايباف من غير اوراقة اللي يجونا فهمتي كلهم. فمن غير صالحين لست عمي. فهمتي. قديش عطينا فكرة انتي ونوع الكرهبة. اسويم كل حاجة وصومة كل القطع وصومة كل حاجة وصومة اخت. لسويم في متناول الجميع. لسويم ديمة ارخص من الدار وارخص من اللحوانة وصلعة دوريجين ما هيش سلعة اداب تابل. خاطر كرهب جينا ذو ما من من ديار متاح من من فرعنصة من طالية. فهمتني. المعظم الليبيوسيات توري قاعدة دور في السوق في الجديد كلها اداب تابل. ما تلقاش دوريجين. ما كان في الدار وصعيب شوية زادها في الدار. ويقول لك بجيب لك سلعة دوريجين تبقى تعطي افانس وتبقى شهرين. وبش يجيبوا لك القطايا متاعك. فهمتني. بالنسبة لنا عنا قطايا عدوريجين كي ما ترامي ذا لنا. موتور يتنحن من كرهبتو. في الوريجين ما فيهش قطايا عداب تابل. يجي انسان مفرقولو. شنو يحب بوات. كيلاس. ترومبا. موتور. سيبور. يخلو في الوريجين وارخص من الدار. بالنسبة للسيارات كي نيخذوهم اكسيدونتي. يعني بلاش كارت غريز. عنا ريشي بونو متاع الاكسبير. وإلا نيخذوهم من الجاراجات. صاحب سيارات ضربتو يبيع حالنا بالكنترات وفيراي. بلاش كارت غريز. يعني غير صالحة الاستعمال والجوالين. احنا كينيخذوها الكرهبة. ما عناش وراق بش نبيعوهم بتبعاتنا. وما نبيعوش الوراق وما نفرقوا الكرهبة قطع قطع. فهمني. يجي واحد على موتور. واحد على بوات. واحد ترانيير. واحد في زي. كل واحد. بتباعد لعبة تجي للفيراي خاطر ارخص. الفيراي ديما ارخص مش جديد. فهمت كيفيش؟ هذه هي السيارات بتاعنا اللي هنا في اليهودية كيفيش؟ هذا القطع كغيره من القطاعات الاخرى يشهد عديد المشاكل والتشاوزات. محمد صاحب مستودع لقطع الغيار المستعملة يمارس هذه المهنة لسنوات ويعتبرها مزدر رزق له. وتبقى المشاكل متوقعة ليستفيق محمد على فاجاعة هدم جزء كبير من المستودع. والى عدة مضايقات اخرى. وهو ما عطل سير عمله العادي. وادى الى تراجع مردوليته في العمل. جات بشعديه وطريق هنا بجنبنا. جاء سيد المعتمد من غير مبعثي السيد عويت. جاء بتركس. وجاء بجماعة البلدية معاه. وكسروا لي صور كامل. صور بالباب. كسروها. هدموا عندي بالركة. حات فيها وراقي وراق السيارات. وحات فيها قطاع عيانة. زدموا عليها. كسروها الجملة. وهدموا لي لمحل. وخلوني يتوق عندي اكثر من الثمانية شهور. انا واق. اسبك لك باش نعديه مسلحة عامة باش نعديه الطريق. عنا ثلاثة سنين نستنوا فيه الطريق. الدالوا موجودين وما يجيوش. كل مرة يجيوا يجيبوا تركس. يجيبوا صحافة معاهم. ولا مصورة متحهم هما. يصوروا. التركس. التركس جي كان الدبويانة. قسرت جوج دبويات بجنبي. والبعض الملوخيين الاخرين ما كسروا لهمش. وتنجمت عينها العين ما كان. فهمتني. جيت نحكي معاه. قلت له كيفيش انتي سيد المعتمد. ما غير استدعاها. تجيبها تركس وتطيح سلعة. على الاقل انا نبدأ موجود. ولا يطرد فيها ولا يهين فيها. وقال لي برا اشكي وين تحب انتي. برا اشكي وين تحب انتي. انا نحب انتالب والسيدة ذي المعتمد متاع يخدم من رأسه. هو يخدم من رأسه. فهمتني. ويخدم ع بعض الناس. يخدم عوزار التجهيز. يجي يصور. لكونه هو حذر. هما يضزوا لي سلعتي انا يهز التركس ويمشي على روحه. ما نيش عارف كياني عندي بونتوية باية ولا ما نيش عارف عني بالضبط. انا عندي طوق اكثر من ثمانية شهور. وانا ملوح ما نيش نخدم. قعد نخدم البرع شوية شوية. يعني ثلاثة عربع عائلات حتى مهم المعتمد بتاع اشتركوا في القناة ما زيه وقال لك كوي بحسن بدوز متر. مرة رولة قال لك ويت متر. ثمانية متر ويش نعديه دلو بركك. موش تريق دلو. متاع الليش تعدى المي فيه الماء. واخرنا احنا الهنا واخرت انا اثناشن متر. زيه قال المرة ثاني قال نحبه عشرة متر. زيت واخرت اربعتاشن متر. زيت انا قال لك ليا نحبه اثناشن متر. واخرت انا ثمانتاشن متر ونص عكم موجودين. بالمهندز انا وياه وعواني الترتيب كي ينام القنم وباقي جاي بنا التركس ويحبوا يدنزولي السلعة. وهكا مريتوا كيفاش خلعوا لي البيب. كسروا سور كامل طيحوه. غفصوها السلعة الباركة قديمك تعال عسيش حاط فيها وراقي. الكل ها بركوها في بعضها دخلوا في بعضها تدبوا. طوا عندي اكثر من ثمانية شهور وما ضربتش حاط اضربت. وهو قد شروا على عين المكان كل شي على وجه ووجهكم هنا. هذي الموت مد متر. مشيت مش نحكي معاه يطرد فيها من المعتمدية وقال لي انا السلطة وانا اللي نحكم في البليت. ونعمل كي ما نحب. قلت له يودي علا قال لي عطينا استدعاء. ابعث لنا استدعاء قال لي شكونك انتي مش نبعثك استدعاء. شكونك انتي. قلت له يطرد في يودي مقر قياس سيادة قلت له وراو هذي متاع الناسي كل ما هوش متاعك انتي. يطرد في هيا وعمل فيها اللي اعمال اللي ما يعملهمش الكفر في خلقه. فامتين. هذك هو اخوي اكثر من ثمانية شهور اكثر انا حتيت لك ثمانية شهور نقصت اما اكثر من ثمانية شهور. كل مرة يجيونا يتراقصوا علينا الهنا. يجيب تراقص ويجي. او باش نعديوا الطريق باش نعملوا الدالوات. يدزوا السلعة ويمشيوا. يضربوا اربعة شهور. كذا شهور يجيبوا تراقص فمت مكميك. فمت مكميك في الوسط بين وزارة تجهيز وفمت والمعتمدية. هما اللي قاعدين تلاثة قاعدين يمكبكوا. فامتين. ما فاماش خدم مساح. الطريق هاو قدامك. عنده قريب تلاثة سنين الطريق هذي. ارضينا بالطبع وفي الفيضانات يهزنا المياه ها قطرة والسلعة غرط بالمال كل. وهاو قدامك الطريق كيفاش مش تاع. نعانيه وفي وفي وحدنا كل شي ذي. فهمني. ومش مستعرفة بنا الدولة. مش مستعرفة بنا. كمشيطلو المعتمدية نشكيلو. قلت يا سيد المعتمد كيفاش انتي تعملي السورة اكي. قالي اخرج عليا اخرج عليا. ما عندكم حتى السلطة غادي وما عندكم حتى وثيق ما. ما لحنا نموتهم. ما نمشي وين نمشي وين نمشي وين. وين نمشي وين يعني كيفاش نخدم في الشارع. وصلحة اكتر او فيها العين المكاني يعني كيفاش نخسرني في رسمالي وخسرني فلوس الناس. سلعة بالكريدي مخوة خسرني فيها. ندفع للناس في الفلوس وانا ما نش نختم. نخلص فيهم في سلعتها. وانا ما نش نختم. لان يطالبوا في اعانة ولان يطالبوا في حدسيا. عمري ما قفت قدام معتمدية ولا بديها ولما ديت يدي البشر نخدم بأرقش بني هو قال لي نبعث كل حبس ما ليس عارف أنا السلطة على كيف هو هو ولا كيف يس في البلد هذه نحبه نعيشه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة